زوجان لهما ثلاثة أبناء أكبرهم في الثانية عشرة من عمره وأصارهم عمره ست سنوات كانت الزوجة تقوم برعايتهم قبل أن تستلم وظيفتها منذ عام رغم أنها لم تكن بحاجة مادية لها وكان حمزة يواضب على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي تعلق قلبه بها وكثيرا ما كانت أمه تمنعه من صلاتها خوفا عليه من الظلام وكثيرا ما كان يخرج لصلاتها ويعود دون أن يشعر به أحد وأثناء العطلة الصيفية كانت الأم تذهب لعملها في الصباح أولا ثم يذهب الأب إلى عمله بعد أن يحكم إغلاق النوافذ كلها من الداخل ثم يغلق باب شقته وأولاده بداخلها وكانت الأم تنزعج إذا تحدث إليها أحد الأقارب أو الأصدقاء حول موضوع ترك الأطفال لوحدهم أو إذا نصحها أحدهم بأن أسلوب تركهم في البيت لوحدهم وغلق الباب فيه خطورة شديدة على الأطفال فهي مقتنعة تماما أن خروجهم من الشقة هو الخطر بعينه أما جلوسهم في الشقة وفي الطابق الأول وقد أحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ وهيأت لهم الطعام والشراب ووسائل التسلية لهو في نظرها قمة الأمان فقد آن الأوان لها أن تنظر لنفسها وأن تحقق أهدافها الشخصية بالالتحاق بوظيفتها ولتغير صفة ربة المنزل التي لا تصلح في نظرها إلا للأميات وفي أحد الليالي قرر حمزة أن يصلي الفجر في المسجد وعندما هم بالخروج وجد الباب مغلقا من المفتاح فأخرج نسخة من حقيبة أمه ثم ذهب وصل الفجر وعندما عاد نسي أن يضع المفتاح في حقيبة أمه فنام والمفتاح داخل جيبه وفي الصباح وكالعادة خرجت الأم للذهاب لعملها أولا ثم خرج الأب بعد أن أغلق النوافذ من الداخل وباب الشقة من الخارج وعند الساعة العاشرة شعر الأب بقلق كبير فاتصل بأولاده ولكن لا مجيب فامتلكه خوف عظيم ثم اتصل بأمهم في العمل فقيل له أنها في اجتماع هام مع المدير وبقية الموظفين فأعاد الاتصال بأولاده ولكن لم يرد أحد فاضطر للاستئذان من عمله وانطلق بسيارته مسرعا إلى بيته وعند وصوله شاهد ألسنة النيران التي بدأت شرارتها من مكيف الصالة ثم انتشرت سريعا في أنحاء الشقة فأخذ الأب يصرخ ويدق على الباب بشكل هستيري محاولا فتحه ولكن الجيران أبعدوه حتى لا تلتهمه النار جلس الأب يبكي بعدما تأكد أن أبناءه الثلاثة قد ماتوا جميعا وذلك بسبب خطأهم بإغلاقهم كل النوافذ من الداخل والباب الخارجي عليهم وفي هذه الأثناء جاءت الأم وشاهدت المنظر فأغمي عليها وسقطت على الأرض بجانب زوجها ثم جاء رجال الإطفاء والإنقاذ متأخرين بعد أن أكلت النيران الأخضر واليابس في هذه الشقة وبعد قليل أفاقت الأم وأفاق الأب وواصل البكاء ثم فجأ الجميع بحمزة وإخوته يأتون من بعيد فكبر الحاضرون غير مصدقين وأسرع الوالدان إليهم وهما في ذهول تام ثم قال حمزة لأمه آسف يا أمي لقد أخذت مفتاح الشقة من حقيبتك وخرجت وصليت الفجر ونسيت أن أعيده إليك وعندما اشتعل المكيف أخذت أخوي وفتحت الباب وخرجت بهما وأغلقت الباب خلفي ثم ذهبنا إلى المسجد نقرأ القرآن وندعو الله أن يؤجرنا في مصيبتنا ومن التعمل من بعض الوقت حتى صلاة الظهر وبعد أن صلينا عدنا إلى هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اعتذرت الأم لأبنائها وندمت على سوء تفكيرها بحبس أبنائها والذهاب لعمل لا تحتاج لراتبه وقررت البقاء مع أبنائها دائما وأن تشجعهم على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي حفظ الله بها أبنائها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور منذ الصغر وقلب عبد الرحمن متعلق بالمسجد يصلي فيه كل الفرائض حتى صلاة الفجر وكثيرا ما كان يرح على جاره وصديق طفولته سامي ليصلي معه لأنه كان يحبه ويريد له كل الخير ولكن سامي بسبب غنى والديه وتدليله ما له لأنه وحيدهما كان لا يميل سوى لقضاء الوقت بين التلفاز وسماع الأغاني سافر عبد الرحمن مع والديه إلى الخليج وهناك أتم حفظ القرآن الكريم وأصبح شابا تقيا يخاف الله عز وجل ولا يعصيه ويعمل كل ما يستطيع لنيل رضاه وأثناء فترة وجوده بالخليج انقطعت أخبار صديقه سامي عنه وكلما سأل أحدا عنه لا يعطيه ردا يفرحه عاد عبد الرحمن وذهب إلى بيت صديقه ليسأل عنه ويطمئن عليه فكانت الصدمة الكبرى حيث وجد سامي يقضي يومه عبر مواقع الإنترنت ووجده متعلقا باكتشاف المواقع الإباحية وجمع الصور الخليعة حتى أنه صمم موقعا إباحيا يحتوي على صور خليعة ولديه مجموعة أشخاص مسجلين على الموقع يرسل إلى بريدهم آليا كل فترة ما يستجد لديه من صور إباحية فانزعج عبد الرحمن وغضب غضبا شديدا ثم صرخ في وجه صديقه وذكره بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فكيف تكون مفتاحا للشر وتتحمل ذنوب الناس وتحمل على كتفيك أوزارهم يوم القيامة لم يتأثر سامي بانفعال صديقه وخوفه عليه وقال بهدوء ولا مبالاة هون عليك أنا شاب وأصحاب من الشباب يعشقون التسالي ويشكروني على ما أقدمه لهم وعندما على صوتهما دخلت والدة سامي وهي لا تعلم ما وقع ابنها فيه وقالت في غضب لماذا عدت كنا قد استرحنا منك ومن نصائحك دعو الذي يفعل ما يحل له ولا تعكر صفوه خرج عبد الرحمن يستغفر الله ويطلب منه الهداية والتوبة لصديقه وبعد أسبوع واحد مات سامي قبل صلاة الفجر وهو أمام جهازه وعندما علم عبد الرحمن بوفاته بكى بكاء شديدا وأول ما فكر فيه إغلاق موقعه حتى لا تستمر ذنوبه بعد وفاته ولكنه لا يعرف الرمز السري للموقع للتصرف فيه أو إغلاقه ظل عبد الرحمن حزينا يفكر في مصير صديقه وبعد أيام فوج أبي والدة سامي تأتي له والحزن يملأ وجهها وتقول له رأيت في المنام شبابا من الجنسين يمرون على قبر ولدي وأسفل منهم حفرة من النار عميقة جدا ويحاولون أن يلقوا بولدي فيها فما تفسر ذلك يا شيخ عبد الرحمن صمت عبد الرحمن قليلا وهو يقول في نفسه أنت مشتركة فيما حدث له بسبب تدليلك له وعدم مراقبته والرؤية واضحة هؤلاء الشباب هم الذين أرسل إليهم الصور وأرسلوها بدورهم لمن يعرفون وهم يتبرؤون منه ويريدون التخلص منه كم من شاب نظر نظرة إلى صورة فتبع ذلك وقوع في فاحشة لقد مات ولدك وأنت لا تدرين شيئا عن خفايا الأمور مات ولكنه سيسأل يوم القيامة عن كل نظرة نظرها ونظروا إليها وكل فاحشة واقعها وواقعوها لا أدري كم يتحمل آثامهم ولكن عسى الله أن يتجاوز عنه ثم خرج عبد الرحمن عن تفكيره وقال لوالدة سامي في كل وقت أكثر من الدعاء له هو الآن يحتاج الدعاء لأكثر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نوها فتاة جميلة وذكية عادت مع أسرتها الثرية إلى بلادها بعد أن أنهت دراستها الجامعية بإحدى دول أوروبا وبعد عودتها تقدم للزواج منها ابن عمها والذي لا يملك إلا شهادته الجامعية وطموحا كبيرا فوافقت به رغم رفض أسرتها وقبل الزواج اشترط ابن العم على نوها عدم الإنجاب إلا بعد خمس سنوات وتفريغ كل وقتها لإنجاح مشروعه الذي سيدر عليهم الملايين فوافقت نوها ولم تقل للزوج شيئا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وبعدها ساعدت زوجها بالمال والجهد والعلم حتى أصبح زوجها مليونيرا وافتتح أكبر شركة تجارية وبعد ستة أعوام من الزواج فوجئت نوها بغدر ابن عمها وزواجه من سكرتيرته فحزنت كثيرا وقررت استخدام ذكائها للانتقام من ابن العم الذي قام بتطليقها وطلب منها الخروج من المنزل والذي يبلغ ثمنه الملايين وذلك لأن سكرتيرته ترغب فيه وأعطاها ثلاثة أيام فقط للخروج من المنزل وأمضى مع زوجته الجديدة الأيام الثلاثة بأحد الفنادق أمضت نوها اليوم الأول في تعبئة أمتعتها في صناديق وحقائب وفي اليوم الثاني أحضرت شركة مختصة بنقل الأمتعة لجمع أشيائها وإخراجها من المنزل وفي اليوم الثالث جلست وتناولت عشاء مكون من الجامبر والكافيار وعندما انتهت ذهبت إلى كل غرفة وقامت بوضع مخلفات الجامبر والكافيار في جوف كل قضيب من قطبان الستائر ثم قامت بتنظيف المطبخ ورحلت وعندما عاد الزوجان للبيت لم يشعر بشيء في الأيام الأولى وببطء بدأ التفوح من المنزل رائحة كريهة فقام الزوجان بمسح الأرض وتهوية المنزل وفحص الفتحات للكشف عن القوارض الميتة ثم تم استدعاء متخصصين بإبادة الحشرات بالغاز واستبدال سجاد الصوف الثمين لكن كل ذلك لم يأتي بنتيجة وبعد فترة توقف الناس عن زيارتهم وتركت الخادمة العمل وقرر الزوجان الانتقال إلى مكان آخر بعدما لم يعد بإمكانهم تحمل الرائحة أكثر من ذلك وبعد شهر وعلى الرغم من تخفيضهم لسعر المنزل إلى النصف لم يتمكن من العثور على مشتر لمنزلهم كريه رائحة واضطر الزوج إلى اقتراض مبلغ ضخم من البنك لشراء منزل جديد ثم فوج الزوج بنها تتصل به وتخبره أنها تشتاق لمنزلها القديم وبأنها مستعدة للتنازل عن حقوقها بعد الطلاق مقابل الحصول على المنزل ففرح كثيرا ظنا منه أن نها لا تعلم برائحة المنزل ووافق على السعر الذي كان يشكل عشرة في المئة من قيمته الحقيقية واشترط عليها أن توقع على عقد البيع في نفس اليوم فوافقت نها وفي ساعات قليلة تم البيع ووقف الزوجان على وجههما ارتسامة حمقاء وهما يشاهدان شركة نقل الأثاث تقوم بنقل كل شيء من البيت القديم إلى بيتهم الجديد بما في ذلك قطبان الستائر وأصبحت الرائحة الكريهة والخسائر الكبيرة يلازمانه جزاء غدره بمن ضحت لأجله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمة نانسي قنقر